اتخابات لبنانية بقانون نسبي أتى بنتائجه متوقعا لتكتلات نيابية وغير متوقع لدى أخرى سمير جعجع وصف بالرابح الأكبر حيث ضاعف تقريبا أعداد مقاعد كتلته القوات اللبنانية كما كسب التيار الحر أي تيار الرئيس عون مقاعد إضافية كنا مرهنين على نتيجة أفضل من جهة أخرى وصف سعد الحريري بالخاسر الأكبر ما شكل تراجعا بقدرته التمثلية مقارنة بعام 2009 بعد خسارته العديد من المقاعد لصالح قوى داعمة لميليشيا حزب الله في حين احتكر حزب الله وحركة أمل تمثيل الشيعة برلمانيا وفيما يلي أبرز التغيرات منذ مجلس 2009 سمير جعجع من ثمانية مقاعد إلى خمسة عشر سعد الحريري من كتلة تضم ثلاثة وثلاثين نائبا إلى واحد وعشرين طيار الرئيس اللبناني من اثنين وعشرين مقاعدا إلى ستة وعشرين الثنائية الشيعية حزب الله وحركة أمل على حالها تقريبا مع ثلاثين بينهم ثلاثة من غير الشيعة وللجملات تراجعا من أحد عشر مقاعدا إلى تسعة مقاعد فيما غابت وجوه عديدة معظمها مستقلة أبرزها بطرس حارب، أشرف ريفي، فارس سعيد، ميشيل فرعون، من أولى فاتوش، وميريام سكاف بينما دخلت وجوه للمرة الأولى منها يمثل زعامات تقليدية مثل تيمور جنبلاط وطوني فرنجي إضافة إلى وجوه من المجتمع المدني أبرزها الأعلامية بولا يعقوب يهن بديع يونس العربية تقريباو